الأغنية الكلمات التي تضمنها الأغنية الحركات التي يؤديها المغني اللبس الذي يلبسه هذا المغني هذه كلها دلالات على وجود المشرع شوف المشرع شاستخدم استخدم عبارة الخدش والخدش هي مسألة بسيطة جدا هي المساس بظاهر الجلد كما يتعرف لغويا أذن المشرع توسع كثيرا في موضوع الفعل الفاضح الذي يخدش الحياة العام لكن قلت لك مع ذلك مجلس القضاء الأعلى لا يتوسع كثيرا أغنية بكلمات معينة بحركات راقصة معينة بإحاءات معينة بطريقة لبس معينة تكون خادشة مع ذلك مجلس القضاء الأعلى تعامل معها وين تنظرون لهذا الموضوع يعني أكمل الفكرة تعامل معها من إطار التفسير الضيق لذلك تجد أنه منذ تشكيل محكمة النشر والإعلام ولغاية الآن يعني مضت تقريبا سنتين أو أكثر قرابة السنتين لم تتم اتخاذ الإجراءات في دعاوة المحتوى الهابط إلا بحدود 25 إلى 30 حالة فقط مع العلم توجد آلاف يعني صدرة أحكام قضائية صدرة أحكام فيما يتعلق بالمحتوى الهابط مع العلم أنه 25 إلى 30 من أصل ألاف الإبلاغات التي ترد إلى وزارة الداخلية هناك منصة في وزارة الداخلية اسمها منصة بلغ هذه المنصة تستقبل هو نظام لإدارة الشكاوى والإخبارات تستقبل الإخبارات من عامة الناس عن وجود أي فعل فاضح أو خادش لحياة العام هناك آلاف الإخبارات تقوم بالفلترة تقوم بالفلترة من خلال الموضوع وتعرض على المحكمة ولم نتخذ الإجراءات إلا في حدود 25 إلى 30 حالة هذه الإجراءات القليلة قياسا بالعدد الأصل 25 إلى 30 حالة من أصل حضرت أقلت بالآلاف أو آلاف يعني كيف تتم هذه الانتقائية هي ليست انتقائية هي ليست انتقائية وإنما هي تفسير للنص على الواقع إنزال النص على الواقع يعني كل واقعة تعرض علينا ممكن واقعة من هذه القضايا حتى أفهم يعني كثير هو مخافية على الشعب العراقي هناك كثير هو كان هذا حديث الساعة في وقت من الأوقات ولا زال موضوع المحتوى الهابط هناك الكثير من الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون ببعض الأفعال التي تدخل في هذا الإطار مثل الترويج أكثر صورة تعاملنا معها هي الترويج لمحتويات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكلام أو بالأفعال أو بالصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر